أهلا وسهلا بكم في الجزء الخامس والأخير من المحاضرة الأولى من مقرر تقنية تصوير الطبي أنا الدكتور ياسر مصطفى قدح أستاذ هندسة الحيوية الطبية بجامعة القاهرة نستكمل في المحاضرة دي الجزء الخامس من المحاضرة الأولى وهو الجزء الأخير في هذه المحاضرة المحاضرة دي هنتكلم فيها على الاتجاهات العامة لتقنية تصوير الطبي هنستكمل جزء الأخير فيها ونتكلم على الطرور الرئيسية لاستنباط صورة طبية وخصائص تقنية تصوير الطبي اتكلمنا على التصوير التشريحي وتصوير القواية الدموية وتصوير الوظيفي وتصوير التركيب الكيميائي وتصوير الارتباط العضوي والوظيفي هنتكلم النهاردة على آخر تطبيق أو آخر اتجاه عام لتقنية تصوير الطبي وهو تصوير المساعد للجراحة التصوير المساعد للجراحة لهو استعمالين الاستعمال الأولاني هو قبل الجراحة والاستعمال الثاني هو أثناء الجراحة الاستعمال قبل الجراحة هو إمكانية دراسة تشريح مكان الجراحة بدقة والتخطيط لكيفية إجراءها بطرق مختلفة استعدادا للجراحة الفعلية بمعنى أن أنا بحصل على صورة وأعمل منها نموذج للمكان بتاع الجراحة لو مرسم بتكلم على جراحة المخ مثلا بيتم عمل نموذج ثلاثي الأبعاد بالنسبة للمخ ودكتور يستغله أنه هو يعمل أو يتخيل هو يقدر يخش منين في المخ دوت بناء على الشكل بتاع الصورة وبناء على الجزء اللي هو عايز يصله من المخ وممكن أنه هو يستعمل مثلا لو أنا كان عندي مثلا مجموعة الصور كده بياخد مثلا مقاطع مختلفة مثلا ده مقطع من الجنب وده مقطع أمامي وده مقطع يعني أفقي فممكن أنه هو يبتدي يتخيل من ألي مكان ممكن يبقى أنسب بالنسبة له أنه هو يقدر يخش بالنسبة للمخ دوت وبالتالي يحدد أنسب نقطة يعني أأمل نقطة بالنسبة للمريض اللي فيها الدخول بتاعه وبتاع مثلا الإبرة ديت ما يعديش على أماكن ممكن يبقى فيها خطورة بالنسبة للمريض أو أنه هو يقضي أماكن تعتبر سليمة بالنسبة للمخ طبعا التصوير المساعد للجراحة دوت بيبقى فيه الطبيب نفسه بيقعد قدام جهاز كمبيوتر أو جهاز حاسوب وبيقدر أنه من خلال نموذج المكون للمخ اللي هو بتاع المريض اللي هو يخش الجراحة دوت يقدر أنه يعني أكنه بيستذكر المريض دوت استذكر أناتومي أو استذكر التشريح الخاص به بالمريض دوت والمكان اللي هو هيعمل فيه الجراحة علشان لما يبتدي هو يعمل الجراحة الفعلية يبقى هو أكنه عارف أو يعني عنده فكرة مسبقة عن الأماكن بتاع كل الأجزاء المختلفة وما يبقاش فيه أي احتمالية أو نقل الاحتمالية بتاعة الأقطاء بتاعة الجراحة هذا طبعا احتمال أو يعني واحد من الاهتمامات المهمة جدا دلوقتي حاليا في الجراحات الكبيرة اللي زي جراحات المخ الحقيقة اللي استعمالي التالي بتاعة التصوير المساعد للجراحة هو أثناء الجراحة وده في الحقيقة بيبقى متضمن نظم تصوير طبي خاصة لجراحة يعني ده مش أي جهاز تصوير طبي ينفع أن هو يستعمل في الجراحة في بعض الأجهزة بتاعة التصوير الطبي زي ما احنا شايفين هنا مثلا ده جهاز رانين مغناطيسي مصمم خصيصا أن هو يستعمل في الجراحة ممكن بقى فيه مكان يسمح للجراحة يعني هو موجود كده يعني يقدر يبقى قاعد ويقدر يبقى فيه أجهزة التنفي الصناعي كل حاجة موجودة ويقدر أن هو يعني يعمل العملية بتاعة المريض وهو موجود وشايف الصورة بتاعة المريض على الكاميرا قصاد ممكن يبقى فيه عندنا مثلا زي الكاتلاب هنا اللي هو يعني واحد من الأجهزة المهمة جدا حقيقة اللي هي متمدة على الأشعة السينية ممكن يبقى مثلا بيعمل أسطرة في القلب مثلا وبيشوف الأسطرة نفسها فين عن طريق جهاز اكس راي مثلا زي ما احنا شايفين أو جهاز أشعة سينية ويبقى شايف الصور بتاعته بوضوح على الكاميرات أو على الشاشات بتاعة التصوير بحيث يقدر يعني يتابع مكان القاسترة اللي بتستعمل ويقدر يتابع إذا كان المكان اللي هو فيه ده هو المكان السليم ولا ممكن هو يعدله ويخليه مكان آخر يعني برضو الحقيقة التصوير المساعد للجراحة ممكن يستعمل فيه أخذ عائلات الأنسجة نعتبرها برضو الحقيقة طالما فيها تدخل يعني خارجي لإبرة وتخش جوه العيام نعتبر برضو أنها من أنواع الجراحة طبعا هي جراحة تعتبر بسيطة ما هيش معقدة بس برضو تعتبر طالما أن هي يعني خدنا فيها جزء مثلا من الأنسجة وكان فيها مثلا يعني إبرة دخلت جوه العيام نعتبر أنها برضو نوع من ألواع الجراحات ففي النوع دوت الحقيقة التصوير الطبي الحقيقة بيساعد في تصوير إبرة العينة أثناء العملية لدرق التحديد مكانها يعني دلوقتي لو تخيلنا مثلا في عندنا يعني ورم في الثادية مثلا ومحتاجين ندخل عشان ناخد منه عينة دلوقتي الدكتور لما بيحط الإبرة هو ما بيبقاش متأكد تماما مكانها فين بالنسبة للمكان بتاع الجزء اللي فيه ورم فممكن لو هو مثلا هو واقف هنا في المكان دوت وأخذ العينة هنا بيبقى عنده مشكلة إنه أخذ مكان قبل المكان اللي فيه ورم فبالتالي لما يحلل ممكن يطلع التحديد دوت إنه هو سلبي وفي حين إنه هو ممكن يبقى هو ما أخذش العينة بشكل سليم فطبعا هو هنا شايف مثلا بالمواجهات الفرصاتية شايف الإبرة بشكل واضح ويقدر يشوف هي دخلت فين ويقدر يتأكد هي يعني في وسط المكان اللي هو عايز ياخد منه العينة بالزبط نفس الكلام برضو بالمواجهات الفرصاتية اللي هو بياخد عينة من الغودة الدرقية مثلا لا بيخش من خلال الرقبة فبرضو بنقدر إنه طبعا بيبقى فيها صعوبة لأنها طبعا مش زي مثلا الأوران بتاعت الثادي مثلا ممكن الإحساس بها من الخارج لا الثيرويد أو الجزء بتاع الغودة الدرقية بتبقى يعني يعني داخل الرقبة بشكل يعني صعب شوية لو واحد يقدر يوصل له فممكن ما يبقاش متأكد تماما مكان الإبرة فين بالزبط فطبعا لو إحنا صورنا المكان بتاع الإبرة عن طريق الموجهات الفرصاتية وعرفنا بالزبط نوع بياخدها من مكان السليم طبعا بالنسبة لنا بتفريك كتير قوي إن إحنا نتأكد إن إحنا عملنا العملية بتاعت أخذ العينة بشكل دقيق نفس الكلام ممكن يتعامل بقى بس بتعامل مثلا في الARE مثلا لو في بعض الجراحات مثلا ممكن في مثلا عينة شفناها مثلا في التصوير الكيميائي لانا إن هي شكلها يعني في شمها كبيرة عشان برضو بتأكد مئة في المئة ممكن برضو يتعامل عينة بإبرة برضو من خلال الجنجومة بتاع المريض برضو نفس الكلام نقدر نصور مكان الإبرة دي بالتصوير الطبي بحيث نعرف ان هو برضو دخل بالإبرة دي في المكان السليم واخد العينة بشكل دقيق في الحقيقة عندنا مجموعة من الطرق الرئيسية لاستنباط صورة طبية ممكن احنا نصنف تحتيها اي نوع من انواع التصوير الطبي يعني ممكن ان الصورة دي نفسها بتكون جاية من قياس لنعكاس لأشعة من الجسم وابسط مثال عليها طبعا تصوير الفوتوغرافي لو واحد بيبقى يصور تصوير الفوتوغرافي مثلا واحد بقى في الشمس بيبقى فين عكاس لضوء الشمس على الشخص ديت ممكن نوع بعد كده يطلع при الصورة بنفس الشكل ده ميسه Veganegi تصوير الطبي موجات فوق الصوتية برضو مثال حقيقق تاني موجات فوق الصوتية ما بنقتمarts تقمaras لضوء الشمس بقى وضوء عادي لأن احنا بنعمل اشعة موجات فوق صوتية ويدي لنت لانتاكن والتي ت KLCon وهي لما بترجع لنا بنكون منها الصورة ممكن احنا برضو نقيس مرور الأشعة من خلال الجسم ويعني بيبقى عندنا أشعة هنا بتختارق الجسم وتطلع لنا من ناحية التانية طبعا اختراقها للجسم طبعا حسب الحاجات اللي موجودة جوه الجسم حسب يعني الأعضاء الداخلية بتاعت الجسم الإنسان دي الأشعة اللي داخلها دي بتتغير والحاجة اللي خارجها من هنا بتعبر عن بعض التغيرات اللي بتبقى لها علاقة بالمكونات الداخلية للجسم الإنسان فبالتالي مثلا لو حطيت هنا فيلم مثلا زي ما بقى في الأشعة الصينية ممكن احصل على صورة وبتعبر لي عن الأجزاء الداخلية للجسم الإنسان وده طبعا المثال الأساسي بتاعها هو الأشعة الصينية طبعا أو ممكن نقيس الإشعاء اللي ده طالع من الجسم بتاعنا يعني في بعض الأحيان ممكن يبقى في عندنا إشعاء طالع من الجسم ده نتيجة مثلا اللي احنا أخذنا مثلا بعض المواد المشعة أو ببعض الطرق اللي احنا هنشوفها مثلا في التدسولي برارين المعناطيسي في فكرة أسية بتاعته ممكن احنا نبعت للأنوية بتاعت الجزائيات أو الأجزاء المختلفة اللي موجودة عندنا في الزرات بتاعت المواد المختلفة اللي موجودة جوه الجسم نبعت لها إشعاء معين وهي ترد عليها بنفس الإشعاء بعد كده فبالتالي الإشعاء اللي طالع من الجسم ده نقدر إلينا إيسه وأقدر منه أعرف مثلا إذا كان الزرات دي موجودة ولا مش موجودة وممكن نطلع الصور بتعملي خريطة لتوزيع المواد دي أو الأنوية دي أو نوعية المواد دي داخل الجسم عامل إزاي فنقدر إن إحنا نصنف أي واحدة من طر الرئيسية لإستنباط الصورة الطبية لإما أنها يدقيس إنعكاس أو مرور أو إشعاء من الجسم في الحقيقة إحنا عندنا أنواع كتيرة جدا للأشعة وأنواع كتيرة جدا للخواص اللي ممكن تأثر على الأشعة عادية والصورة الطبية نفسها بتطلع بيبقى لها برضو خواص مختلفة يعني ممكن الأشعة اللي نستعملها مثلا ممكن نستعمل الضوء المرقي ممكن نستعمل الأشعة تحت الحمراء ممكن نستعمل الأشعة السينية ممكن نستعمل موجات فوق الصوتية ممكن نستعمل موجات فوق كار المغناطسية ممكن نستعمل الإشعاعات البوزيترون يعني أنواع كتيرة جدا من الأشعة ممكن نستعملها في التصوير الطبي الخواص بتاعت الجسم اللي إحنا ممكن إحنا نبص عليها ونطلع بيها صور الكثافة بتاعة الأجزاء المختلفة من الجسم التركيب الكيميائي المرونة السرعة ضرجة الحرارة الرنين المغناطيس يعني ممكن كل واحدة من دولة ضربني بها صورة أو فيه نوع معين من نوع التصوير الطبي بيطلع لي صورة معتمدة على خاصية من الخصائص دي وتملي لها يعني خريطة كده كل مكان بيبقى فيه تركيز الخاصية دي عامل ازاي أو قيمة الخاصية دي عامل ازاي الصورة نفسها ممكن يبقى فيها خواصة مختلفة أنها تعبر لي عن تصوص الأشعة قد ايه أو كمية تمرين الأشعة دي قد ايه أو كمية الإشعاع اللي خارج من الجسم دي قد ايه أو درجة نعكاس الأشعة أو تركيز المركب الكيميائي معين أو طيف مكونات الأنسجة يعني ممكن نطلع طيف زي اللي احنا شفناها مثلا في تصوير التركيب الكيميائي ممكن نطلع حاجة زي رسمة بيانية كده بيبقى برعا طيف لمكونات الأنسجة دي فطبعا احنا عشان نوصف أي نوع من أنواع التصوير الطبي لازم نوصف نوع الأشعة اللي بيستعملها نوصف الخاصية بتاعة الجسم اللي احنا بيستعملها علشان نطلع بيها الصورة ونوصف خاصية الصورة اللي طلع من التصوير الطبي دي عامل ازاي في أي نوع من أنواع التصوير الطبي اللي هنتعرضهم في المقرر دوت هندرس تات حاجات دول ونعرفهم كويس قوي عشان هما دول الأساس العلمي للطريقة بتاعة التصوير الطبي في الحقيقة فيه مجموعة خصائص لتقنيات التصوير الطبي بتميزها عن الطر الأخرى للتشخيص أول حاجة يمكن استعمالها على الأحياء وليس فقط على عينات إنها حساسة جدا للأجزاء اللي يراد تصويرها أو للخصائص اللي يراد تصويرها إنها عندها جود التمييز بين ما يراد تصويره ومن غيره بحيث إننا نقدر نطلع على الحاجة اللي احنا عايزين نصورها من غير ما تكون الحاجات الأخرى اللي مش عايزين نصورها يعني متعارضة معها أو يعني لا تسمح لها إننا نرى الحاجات اللي احنا نريد تصويرها إنها غير جراحية في الأساس يعني في الأساس نهاية ما بتحتاجش جراحات طبعا إحنا ممكن زي ما شفنا إنها تبقى متدخلة مع جراحات زي ما شفنا التصوير المساعد للجراحة بس في الحقيقة التصوير الطبي نفسه مش محتاج جراحة هو ممكن يساعد في الجراحة بس هو نفسه لا يحتاج أي تدخل جراحي بتنتج معلومات كمية عما يراد تصويره يعني ممكن نستنتج منها معلومات كمية زي ما احنا شفنا مثلا في قياس سرعين الدم مثلا ممكن نعرف سرعة سرعين الدم قدية بالزبط كرقم وممكن نحنا نشوف مثلا بالنسبة للتصوير الوظيفي نقدر نعرف الأماكن المختلفة بتؤدي وظيفتها بالنسبة قدية وأهم حاجة في الآخر خالص إنها غير ضارة بالصحة في استعمالها الصحيحة طبعا دي جزء بتاع الأمان في الاستعمال ده ده واحد من الأهم الأشياء اللي ممكن نتعرض ليها في يعني دراستنا للتقنية التصوير الطبي لأن احنا طبعا زي ما احنا عارفين كل حاجة بيبقى لها طريقة استعمال ولو احنا استعملنا الحاجة دي بطريقة خاطئة ممكن ينشأ عنها طبعا أضرار زي ما احنا كنا نتكلم مثلا على أشاعة أشاعة سينية مثلا لما كان بعض الناس بيستعملوها مثلا في الملاهي إنه نحنا مثلا ممكن واحد يصور نفسه بالأشاعة أكس ويبقى دي تبقى صورة أكناها مثلا يعني حاجة لللهو مثلا طبعا ده طبعا استعمال غير صحيح لأن الأشاعة أكس طبعا بيبقى لها أضرار لو استعملت بكثافة ففي الحقيقة في المحاضرات القادمة بقى هتدي ندرس تقنيات تصوير الطبي الأساسية وهي الأشاعة السينية الموجات فوق الصوتية الأشاعة المقطعية الأشاعة تراني المراطيسي ويبقى هندرس كل واحدة منهم هي الفكرة عملها إيه وندرس برضو المعاملات الأمان والسلامة فيها عاملة إزاي ونعرف منها استعمالها الصحيح يبقى عاملة إزاي بالزبط أشكركم وحسن متابعتكم ده كان الجزء الخامس من المحاضر الأولى هنلتقي إن شاء الله في الجزء الأول من المحاضر الثانية وهي عن موضوع الأشاعة السينية قريبا إن شاء الله